موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد درس اليوم يتضمن مجموعة من الجمل نحتاجها للتواصل مع أطفالنا أو في حياتنا اليومية بشكل عام ونبدأ بأول جملة جهز حقيبتك المدرسية بالدرجة لأنك نقوله بالفرنسية نقول العبارة الموالية نقولها للمؤنت وأيضا للمذكر بالدرجة لأنك نقوله بالفرنسية نقول وإذا أردنا أن نقول انظر إلي كيف أفعل بالدرجة لأنك نقوله شوفني كيفاش كندير بالفرنسية نقول هذه الجملة يمكن أن نستعملها للمذكر وأيضا للمؤنت العبارة الموالية هذه العبارة نستعملها مع الطفل عندما نريد أن نضع له شيئا ما في محفظته ونريد أن نقول له سوف أضعه في محفظتك يعني بالدرجة لأنك نقوله أنا غادي نديرولك في المحفظة للك بالفرنسية نقول je vais le mettre dans ton cartable je vais le mettre سوف أضعه dans ton cartable في حقيبتك المدرسية أو في محفظتك je vais le mettre dans ton cartable عبارة أخرى ابتعد قليلا هذه العبارة نستعملها عندما نريد مثلا الجلوس بجانب شخص ما ونريد أن نقول له ابتعد قليلا لكي أجلس بالدرجة لأنك نقوله اتساخر شوية بالفرنسية نقول أما إذا كان الشخص أصغر منا سنا أو صديقا لنا ونريد أن نقول له ابتعد قليلا نقول بالفرنسية عبارة أخرى أحضر لي كوبة ماء أو أحضر لي كوبة ماء يعني جيب لي كسلم بالفرنسية نقول أبورت موى أن ذاردو أبورت موى أحضر لي أن ذاردو يعني كوبة ماء أو كأس ماء أبورت موى أن ذاردو العبارة الموالية لقد دفعني هذه العبارة يستعملها الكبار وأيضا الصغار فالطفل مثلا عندما يكون يلعب ويدفعه أحد أصدقائه ويريد مثلا أن يقول لأمه لقد دفعني بالفرنسية يقول وإذا أراد أن يقول لقد دفعتني بالفرنسية العبارة الموالية لا تلمس ذلك إنه متسخ بالفرنسية نتوش بأسا سيصال نتوش بأ لا تلمس أسا ذلك سيصال إنه متسخ نتوش بأسا سيصال عبارة أخرى سوف توسخه تيابك يعني إذا أردنا أن نقول للطفل غادي توسخ حواجك بالفرنسية نقول وإذا أردنا أن نقول هي وسخة ملابسها يعني هي وسخة حواجها بالفرنسية نقول وإذا أردنا أن نقول سوف تتسخ يعني غادي توسخ بالفرنسية نقول عبارة أخرى هذه العبارة تستعمل بكثرة من طرف الأم لأبنائها فالأم عندما تريد أن تقول للطفل أو للطفلة عانقني أو عانقيني بالفرنسية نقول العبارة الموالية عانق أمك يعني عنق مامك بالفرنسية نقول وإذا أردنا أن نقول عانق أبيك بالفرنسية نقول العبارة الموالية احكي لي يعني عود لي بالفرنسية نقول هذه العبارة يمكن أن نستعملها للمذكر وأيضا للمؤنت عبارة أخرى إنها ليست لعبة هذه العبارة نستعملها مع الأطفال كثيرا عندما يحمل الطفل مثلا شيئا معين ونريد أن نقول له هذه ليست لعبة يعني هذه ليست لعبة بالفرنسية نقول العبارة الموالية هذا الحداء ضيق بالدرجة دي أننا نقوله هذا الصباط مزير علي بالفرنسية نقول العبارة الموالية إذا أردنا أن نقول مثلا للطفل حك لي ظهري يعني بدرجة دي أننا حك لي ظهري بالفرنسية نقول هذه العبارة تستعمل بكثيرا أيضا مع الأطفال في الشارع عندما نريد أن نقول للطفل مشي على الرصف وبالقرب مني نقول بالفرنسية marche sur le trottoir près de moi marche sur le trottoir مشي على الرصف près de moi بالقرب مني إلبس حدائك يعني البس بباتك بالفرنسية نقول ماتي شوسيغ ماتي شوسيغ وإذا بغينا نقول للطفل مثلا البس صندالتك يعني مش شايتك يعني اللي يمشي بهالطفل في المنزل قنقوله بالفرنسية ماتي صندال ماتي صندال كانت هذه آخر عبارة في درس اليوم شكرا عن المشاهدة وإلى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبقتجوا مع الأصدقاء ديالكم وبسلام عليكم حتى الدرس الجديد ترجمة نانسي قنقر